لا مكان هنا لقواعد التباعد الاجتماعي بين مسلم الروهينجا رغم المخاوف من انتشار فيروس كورونا بين هؤلاء نحو 500 من هؤلاء الفقراء والمعوزين كانوا مفقودين في هذه السفينة الصغيرة على مدار نحو ثلاثة أشهر في خليق البنغال آملين في الفرار من جحيم المخيمات في بنغلاديش إلى حياة أفضل في ماليزيا وصلنا ماليزيا ثلاثة مرات لكنهم لم يسمحوا لنا بالدخول الكثيرون ماتوا بسبب الحر كان العدد كبير وبينهم نساء وأطفال أحدهم قتل قبطان السفينة خلال مشاجرة طفونا على السطح لمدة شهرين وثمانية عشر يوما ستين على الأقل ماتوا كان عددنا يزيد على خمسمائة النساء كنا يفكرنا في اقتراب شهر رمضان إذا متنا كنا سنكون شهداء وإضافة إلى هؤلاء الستين الذين ماتوا وربما ألقي البعض منهم في البحر فإن فيروس كورونا ليس هو سبب الوفاة الوحيد حاليا في العالم فوفقا لإحصاءات منظمة الصحة العالمية فإن نحو 150 ألف شخص يموتون يوميا لأسباب مختلفة وأن حوادث الطرق تتسبب في وفاة نحو 50 ألف شخص كل يوم الكثير من هؤلاء أيضا وعائلاتهم يموتون من الجوع يوميا في مخيمات تفتقر لأبسط قواعد النظام والنظافة محمد طه بي بي سي